تسلم فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية في قصر قرطاج بتونس أوراق اعتماد سعادة سيد عبد العزيز محمد عبداللعيد سفيرا لمملكة البحرين لدى الجمهورية التونسية وقد جرت مراسم الاستقبال الرسمية الخاصة بهذه المناسبة وخلال اللقاء نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم بده الله ورعى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وتمنياتهما لفخامته بدوام الصحة والسعادة وللجمهورية التونسية ولشعبها الشقيق دوام التقدم والرفعات والازدهار وكلف فخامة رئيس قيس سعيد سعادة السفير بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متمنيا لسعادة السفير كل التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله هذا وقد تم خلال اللقاء بحث مسار العلاقات الأخوية المتميزة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والتطلع إلى الارتقاء بهذه العلاقات إلى أفاق أوسع بما يلبي الطموحات المشتركة كما تم تبادل الرؤى حيال عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك